السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى وهنتكلم في حلقة النهاردة عن حاجتين لو تكلوا مع بعض بيفرقوا جامد جدا مع اتنين اتنين لو تكلوا مع بعض بيفرقوا مع اتنين مع الحامل والجنين الحامل تحمي نفسها من نزيف الولادة نزيف ما بعد الولادة الحامل تحمي نفسها من حاجات كتيرة جدا الخمول الأرهاق التعب تغير المزاج تعكر المزاج الحاجات دي كلها الجنين ينمو وزنه يزيد يبقى في حياته في داخل الرحم آمن مطمئن وما فيش حاجة بتعكر صفه بس قبل ما نتكلم عن الحاجتين دول لازم نشرح حاجة مهمة جدا هو اهمية الحديد هتقول لي بقى الحديد هو ده هيعمل القصة اللي احنا هنحكي فيها واحدة واحدة اما هو مش اي حديد يتاخد يبقى حديد كتير بياخدوا حديد وكأنهم ما اخدوش حاجة الحديد هو المكون الرئيسي للهيموجلوبين والهيموجلوبين مهمته انه ينقل الاكسوجين لمين؟ للأم وللجنين يبقى اذا عشان حياة الاتنين لازم يبقى فيه حديد بوفرة لازم يبقى فيه ايه؟ حديد بوفرة طيب مش بس كده عايزين نقول حاجة مهمة الحامل في فترة الحمل بتحتاج حديد يزيد عما قبل الحمل بـ 25% لـ 40% زيادة وفي بعض الاقويل العلمية الطبية الصحيحة 50% انما يعني اقل التقديرات 25% لـ 40% ولكن 50% هو ده اللي يفترض يكون متوقع يعني محتاجة اكتر من اللي انت محتاجاه قبل ايه؟ قبل الحمل ليه؟ لان فيه كائن صغير جواكي اسمه الجنين الجنين ده عايز زي من انت عايزة تعيشه وعايز يعيش زي من انت عايزة تتنفسه وعايز يتنفس هيتنفس ازاي؟ هيعيش ازاي؟ فلازم يكون هناك حديد بوفرة يبقى الحديد ده بيضمن وزنه نموه حياته لانه تغزية واكسوجين يعني من غيره وضعف يعني انتاجه بيبقى الجنين معرض للاختناق انه مفيش اكسوجين يوصل له تلاقي واحدة مثلا على سبيل المثال تشكي تقول ان حركة الجنين قلت مرة واحدة تروح تعمل مثلا سونار ودوبلر طبيب يقول لها ايه ده ده الدم ما بيوصلش للجنين كفاية يعني هو الدم اللي مش ميخليه يتحرك ايوه لان الدم فيه ايه؟ الاكسوجين وفيه المغزيات بتاعة الجنين طيب انا هتحرك ازاي ازا كان انا مش قادر اتنفس بحرية لان الدم مش وصل لي كفاية طيب الدم ده عشان يبقى فيه حاجة توصل اكسوجين كويس لازم يبقى غني بالحديد ولو ما كانش غني بالحديد او يكون فقير بالحديد ده اسمه فقر الدم اللي احنا بنحكي عنه دايما فقر الدم علج نفسك من فقر الدم او الانيميا الاثنين واحد عايز اقول حاجة كتير جدا من حضراتكم بتشتكي من ضيق النفس ممكن ضيق النفس ده يكون ناتج عن كبر حجم الجنين فعلا وضغطه على الحجاب الحاجز وان هو الحجم ده كله ضغط عليك فبيسببلك ضيق النفس ولكن لما واحدة تشتكي من ضيق النفس على طول بنطلب انها تحلل صورة دم كاملة وتعرضها على الطبيب الخاص بيها ليه؟ لان احد اسباب ضيق النفس هو ان ما فيش اكسوجين للام بقى نفسها حاسة ان مش قادرة تاخد نفسها ده بيبقى فقر دم بينعكس على حضرتك وعلى ارهاقك وعلى خمولك في فترة الحمل هو ده السبب في هذا الامر اللي هو ايه؟ نقص الحديد هو اي حديد بيتخذ اوعه تفتكروا ان اي حديد يبقى حديد لازم اتنين مع بعض طيب عايزين بقى نتكلم عن النقطة المهمة تحسين امتصاص الحديد دي النقطة اللي هنتكلم عنها تحسين امتصاص الحديد ده الحديد عشان يمتص فيه الجسم عايز له حاجة تانية دايما بيبقوا كل حاجات اللي هي الفيتامينات والمعادن دايما فيه اتنين بيبقوا حبايق يعني مثلا الحديد بيحب فيتامين سي الكلسام بيحب فيتامين ديل فتلاقي التملي فيه اتنين بيحبوا بعض وبيسهلوا الدنيا البعض وفيه اتنين بيبقوا يعني اعداء كده يعني الحديد والكلسام مع بعض لا يا عم بيغيروا من بعض فتلاقي ان الجسم امتص واحد وركن واحد على جنبه وبط امتصاصه طيب يبقى لازم نكون ازكية خليك زكية في اختيار طعمك تعالي اقول لك بقى على حاجة وسعب بها تحبها جدا وبتعملها كتير جدا بس اهم حاجة الاعتدال في الاكل شايفين الاكلتين العظام دول حبيبنا فيه العراق وفي مصر طبعا بس اه في مصر احنا هنا بنعمل محش ادي ده محش او ملفوف الكرم الصورة اللي تحت دي في مصر بيتعامل بالرز في العراق اللي هو الدول على ما اعتقد انه بتتعمل باللحم المفرومة انا بقى عايز الجزئية دي عايزين الجزئية دي لحم مفروم مع الكرمب مش مع الرز انا عايز الرز يبقى قليل جدا ليه انا مش عايز الرز في حاجة انا يهميني هنا حكتين الكرمب واللحم المفرومة اللحم في أعظم كمية حديد واللحم المفروم أو اللحمة الحمر هي أكتر حاجة الجسم بيمتصها أو أكتر حاجة الجسم بيمتص الحديد منها طب والخضر يا عم والله بيمتص برضو من الخضر بس عايزين الحق هو بيمتص الحديد اللي موجود في اللحمة أكتر وأفضل طب تخيلوا بقى لو يبقى موجود مع الكرومب إيش معنى الكرومب الكرومب إحنا طبعا إحنا الصورة الزهنية بتاعت فيتامين سي ودائما بتترسم فيتامين سي يعني برتقالة لا في حاجات كتيرة جدا فيها فيتامين سي أعلى من البرتقال الكرومب أعلى من البرتقال متخيلين يبقى كرومب بيحتوي على فيتامين سي جواه محشي إيش حط شوية ترز مش مشكلة معاها لحمة مفرومة كتيرة يبقى لحمة مع كرومب اللحمة هنا فيها حديد والكرومب فيه فيتامين سي عالي يمتص الحديد الجسم يستفيد من إيه من الحديد اللي موجود خش على صورة اللي فوق الفلفل الأصفر أو الفلفل الأخضر وبرضو نفس القصة اللحمة المفرومة اللي فوق الحلوة دي والعراقيين دول ما شاء الله عليهم أسادزة يعني اللي اخترع الدلمة وحط في الموضوع لحمة مفرومة طبعا إحنا في مصر برضو بنحط لحمة مفرومة بس طبعا من اللحمة غالية شوية فإحنا استبدلنا مع الوقت اللحمة مفرومة وخلناها رز ولكن فكرة إن انت تحط اللحمة المفرومة مع الكرومب أو اللحمة المفرومة مع الفلفل الفلفل بيحتوي على فيتامين سي عالي جدا أكتر من اللي موجود في البرتقال واللحمة المفرومة يبقى نفس القصة الله على العظم حاجة تستمتع وانت بتاكلها وتستفيد وتفيد بس رجاء الكمية تبقى كمية بسيطة شايفين الصبعين اللي فوقين دول اللي هما الفلفلتين دول والتلاثة آية دي أكلة إنما مش هنقول بقى إيه يعني اتنين كلهم مع بعض فتروحي واكلة حلتين جنبه بعض لأ طيب واجبة الفطار واجبة الفطار هنتكلم بقى عن حاجة نباتية مش اللحمة خالص الفول الفول في كمية حديد ممتازة طيب نحسن امتصاصه إزاي نعصر علي لامون يبقى أنا بدروب لكم بس مجرد أمثالة ممكن نقيس على كده الحاجات كلها اللي بيبقى فيها حديد ومعها فيتامين سي نحسن امتصاص الحديد مع فيتامين سي اللي بناخده كمان حتى لو بتاخده مكملات غذائية حديد تشربه معها مثلا عصير برتقال عصير لمون عصير شماندر الشماندر أو البنجر بيبقى فيه فيتامين سي هو نفسه فيه حديد عالي جدا فكده أنا بعمل إفادة كبيرة جدا 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 فالقصة كلها تتوقف على زكاء البني آدم وهو يعني بياكل طيب عايزة أقول حاجة مهمة فيه حد بيعمل كل ده وبياخد مكملات غذائية وبرضو الحديد ما بيزيتش في جسمه لازم تراجع الطبيب لأن هناك بعض الأمراض زي أمراض الجهاز الهضمي بيبقى فيه مشكلة فيه امتصاص الجسم للحديد بس مهم إنه جدا نحن نعالج فقر الدم لأنه يتعلق هذا الأمر بيه مش بس الجنين لا بحضرتك كمان عشان ما تتعرضيش لمخاطر أثناء الولادة وما بعد الولادة وعايز أقول لكم على معلومة على السريع كده إن الأم اللي بيبقى عندها فقر دم في فترة الحمل وخلفت هذا الطفل عرضا هو يجيله أنامية في السنين الأولينية من حياته أشكركم شكرا جزيلا واشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته